الكثير مننا لديه في فوفيا مراجعة طبيب الأسنان والخوف من الأدوات التي يستخدمها لمعالجة الأسنان ولكن هذه المرة قامت طبيبة أسنان عراقية شابة هرية الطبيبة تدعى رسل الكنالي قامت رسل بخلع درسها بنفسها كما تشاهدون عبر مقطع فيديو حضية بملايين المشاهدات فور تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت الطبيبة في مقطع الفيديو هذا وهي تعطي لنفسها حقنة المخدر ثم قامت بخلع درسها بنفسها كما تشاهدون وأقلت الطبيبة في تعليقها على تصرفها هذا لأول مرة في حياتي أجرب القلع وتكون على إيدي شعور مخيف ويحتاج شجاعة ولكن شعور ممتع لأني أتحكم بقوة القلعة لنتابع مقطع الفيديو الرائج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أوضح الطبيبة الأسنان الشاب عبر تغريدة لها على تويتر هذه التغريدة أنما قامت به تجربة جميلة جداً والغرض منها لتعرف شعور المرضى حتى تكون أكثر لطفاً معهم هذا هو نص التغريدة تقول فيه لأول مرة في حياتي أجرب القلع وتكون على إيدي وشعور مخيف ويحتاج شجاعة ولكن شعور ممتع لأني أتحكم بقوة القلعة تجربة جميلة جداً وغرضي منها كان أعرف شعور المرضى عشان أكون أكثر لطفاً معهم هي تقول أنني فعلت ذلك حتى أكون أكثر لطفاً مع المرضى يعني لا يحتاج من الدكتور أن تفعل ما فعلت حتى تبرهن للمرضى أن أطباء الأسنان لطفاء هم لطفاء فعلاً لكن هالة الخوف تحيط بأطباء الأسنان برغم ذلك أما التعليقات وردود الأفعال التي جاءت على مقطع الفيديو المتداول سنقرأها عليكم الآن ونبدأ التعليق الأول مع عائشة التي قالت في تعليقها تقول والله بصراحة ما أعتقد أكو شي صعب بالموضوع إذا أخذت الحق نمات البنج تقدر تقلع سنها بدون خوف أو وجع أساساً منشلنا صغار نشلع سنوننا بإيدنا وبدون بنج يعني على الوجع نتحمل فالموضوع أساساً طبيعي أيضاً هناك مداخلة وتعليق من حمدان يقول يعجبني التفاني في العمل من أجل راحة المريض اللي راح يجلس تحت إيد هاي الطبيبة الجميلة يعني أنا مستعدة أتحمل الألم وبدون بنج من أجل قلع برسي في حال إذا قامت هذه الطبيبة بالعملية فتأثيرها أكبر من أي مخفف آلام في الكون هناك أيضاً تعليق مينو كارلس يقول الثقة تقرأ مليون لما أنت تقلع سنك بنفسك يكون الموضوع أفضل تحس أنت بإيد أمين لما تكون بإيدك متخاف ودفع منها دفع منك وينقلع السن بس هي ما شاء الله جابتها مضبوط وقلعتها بشطارة بدون خوف أو وجع أو قلق أيضاً تعليق ومداخلة من عبدالله بالنسبة للأطباء الأسنان عزلوا أحسن لكم شوفوا هاي الطبيبة شلون دارت نفسها ياريت له عنوانها والعيادة والدولة حتى الراجع يمها لأن عاجبني أشلع سنوني كلها وأبدلهم بهوليود سمايل بل كتت تسوي لهم إلي هالدكتورة هنا تعليق من مرتضى يقول أحس الموضوع بي شو واستعراض من أجل المشاهدات وتالي حتى الأطباء يدورون طشة وتالي ويا السوشال ميديا اللي يخبر العالم هاي عود ذول الشريحة المثقفة والمتعلمة واللي من المفروض ما يتأثرون بهاي الأمور tra ведراه رجل 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 عانون واللي رجل رجل دانان رجل رجل